برج السرطان برج السرطان احنا بالنسبة لنا عندنا ايام خلينا الاول نتكلم على شكل الايام 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 الضغطة الايام اللي المفروض ان احنا نستغل لها طيب الايام الحلوة اوي 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 ويوم 25 26 27 الامر موجود في برج الحوت وده المنزل التاسع بالنسبة لك منزل حظ ايجابي جدا لك واضافة هيلة كتير عندك 3 ايام يا برج السرطان يجب استغلالهم قدر الامكان يعني اللي هو عارف فكرة اللي هو ما تقعدش الفترة دي ما تقعدش استغلهم مشاوير اجراء التصالحات خطوات مهمة تعاملات مهمة الفترة دي بالنسبة لك كل الامور التقيلة بالنسبة لك اذا انت اتخذت فيها خطوة فهتكون سهلة جدا طيب دي الايام الافضل لك والايجابية واللي يجب ان انت تستغل الايام دي جدا الايام كمان اللي المفروض تستغلها اوي اوي هو مش افضل الايام بس هما ايام حلوة لك فيهم طاقة ونشاط وايجابية واشخاص دا عميان هي فترة يوم 30 قوي يعني يوم 30 بس اللي يهمني اكتر ان انت تخلي بالك منهم الايام اللي تخلي بالك منها يوم 28 ويوم 29 من ايه هخلي بالي من الاوراق المهمة العقود ما امضيش على حاجة ولا ابيع ولا بيع ولا شرق خلال اليومين دول وكمان الاجواء الخاصة بيه المصاريف هخلي بالي كويس اوي من مصاريف هخلي بالي كثير من الاوراق هخلي بالي من الاموال هخلي بالي من اساليب الاستغلال الامور القانونية والامور القضائية التلاعب بالكلام لازم كل دا اكون حريص جدا جدا عشان ما اعشي فيه للا ان من الاخر كده في حد عايز يستغلنا او يسرقنا او ينهبنا او فيه بيع وشيرة فيه تلاعب احسن طيب دا شكل الايام واحنا التوقعات اليومية على القناة السوارة نتكلم على التفاصيل اليومية من توقعات اليوم لكن خلينا يا برج السرطان نتكلم على شكل الوضع المهني العاطفي المال العائلة بالنسبة لك الفترة دي هتبقى عاملة ازاي الوضع المهني انت كتير عندك حركة وعندك نشاط مهني وعندك تقدم في الشأن المهني عندك دعم من الاخرين عروض مميزة جدا من اطراف ممكن تكون اطراف بعيدة عنك شوية يعني ممكن يكون يا اصدقاء بعيدة مش اصدقاء مقربين او عروض مهنية من شخصيات مختلفة جنسيتها عنك او مختلفة ثقافتهم عنك في عندك وضع مهني بيتميز يجب انك انت كمان تستغل الوضع المهني جدا عطارة المتواجد في برج السور ده بيخدمك كتير لان انتقال عطارة هينتقل لبرج الجوزاء ده في اول اسبوع من شهر مايو ده بيأثر عليك بامور ضغطة فلازم تكون حذر جدا جدا يعني اكون استغل الاسبوع الاخير ده عشان ده يبقى المصلحة يعني المفروض تستغل الاسبوع الاخير على انك تتقدم مهنيا تقوى مهنيا تصل الى نجاحات ده 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 وقت مهم كتير ليك انك تعزز الوضع المهني تعزز الشركات المهنية الجيدة ليك فاذا ده وقت حلو او يا برج السرطان انك انت تستغل لتتقدم في الشأن المهني يوم خمسة عشر ستة عشر سبعة وعشرين حلوين قوي لبدايات مهنية لبدايات مشاريع حتى لو المجسفة المهنية وقت بالنسبة لك هيبقى لازيز جدا اما بالنسبة للشأن المالي او الوضع المالي انت عندك باستثناء يوم تمانية وعشرين تسعة وعشرين في حد بيدعمك بالمال حد بيجيب لك حقك حد اللي هو عايز ان يوصل ان هو يجيب لك حقك من بوق الاسد زي ما بيقوله في حد عايز ينهبك وشخص ما بيحاول ان هو يحافظ لك على حقوقك وانت في نفس الوقت بتدور كتير على ان انت تسترد مال متاخد منك تسترد حق من حقوقك متاخد منك في برج السرطان في حد طمعان فيك يوم تمانية وعشرين وتسعة وعشرين ممكن يقوى عليك ممكن يحمل تلاعب احذر كتير انك تقع تحت بند التلاعب اللي ممكن يقوم به الشخص الطمعان فيك فلازم تكون حذر جدا لكن انت في كلتا الاحوال طول الاسبوع انت بتدور كتير على ان انا استرجع مالي حد بيحاول ان هو يسترجع مالك يجيب لك حقك فده موجود كتير طيب اما بالنسبة لبرج السرطان الوضع العاطفي رائع جدا احسن بكتير من الاول الشكوك والغيرة والتقلبات الزهنية اللي كانت موجودة عندنا الفترة اللي قبل اللي هي زي مثلا ان احنا ممكن نتخاني تغدر بينا ممكن مش عارف يحصل ايه 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 بالعكس بتلاقي دعم من الحبيب جدا الدعم ده بيطمنك الشدة بتطمن الشدة لما يبقى الشخص في شدة يعرف قيمة الشخص اللي معك جدا يعرف ان هو هيفضل محبوب طول العمر ولا هي مسألة وقت ولا اغدى هو وشبابنا عارفين اللي هو الشدة بجد فعلا بتباين كتير الشخص اللي قدامك برج السرطان انت مريت بشدة ومازال فيه بعض نقاط فيها شدة هتكتشف فيها الشخص اللي معك جدا واتعرف قيمته كويس قوي واتعرف حياته كويس قوي العلاقات اللي فيها تدني وفيها سلبية وفيها يعني ما فيهاش حب يعني فيها طمع بس هيبقى فيها انفصال فيها راحة يعني في كلتا الاحوال برج السرطان انت عندك راحة عاطفية العلاقات المبنية على طمع ومبنية على انانية بتنتهي والعلاقات اللي انت كنت شاكك فيها وهي اصلا سليمة ما كنتش قادر تمسك غلط على الشخص ده لان انها مجرد شكوك بتلاقي ان الشكوك دي كلها وهمة فبتبدأ تقف وقفة مع نفسك وتقول لا هنا بقى خلاص نرجع نقف مرة تانية وان احنا نقرب ونحب وان خلاص الدنيا بقت صح فعندك ده اتمقنان عندك اتمقنان عندك راحة عاطفية كمبمن عندك برج السرطان اتمقنان عاطفية للناس كمان اللي هم مش مرتبطين في بداية حب فيه تحسن في النفسية بان حد بيقرب منك ففيه مشاعر فيه حاجة بتتولد جديدة فيه بدايات حلوة البدايات تطيب الخاطر جدا جدا فبيحصل فيها داوة في المشاعر يعني قلبنا بيستريح حب بيجي علينا او بيجي لينا فاذا بنحس باجواء عاطفية حلوة تطيب الخاطر جدا فتحسن الحالة المزاجية عند برج السرطان لان العاطفة بتشتغل بشكل حالو فيه عندنا كمان للعلاقات اللي هي ان انت يا برج السرطان اللي غلطت في الشخص الآخر هيكون عندنا تحسن هيل جدا علاقات الطرف التالت علاقات الطرف التالت فيها خطوة كتير مهمة سواء بالبعد او سواء باكتمال علاقة يعني ممكن يكون فيه طرف تالت يكتمل علاقة الطرف التالت اللي هي مش مبنية على شهوة لأ مبنية على ان فيه يعني خطوات رسمية مبنية على اه فيه كده على فكرة ولكن كان فيه امر غير ظاهر يعني برج السرطان انت عندك علاقة طرف ثالث ويمكن تكون كانت غير زهرة يا اما هتنهيها يا اما هتظهرها لكن مش هتفضل في الخفاء هيبقى عندك قرار مهم جدا جدا بيتخذ خلال الاسبوع ده طيب برج السرطان او بتتحضر ليه لان انت تتخذ القرار فيه في فترة اخر مايو عشان تبقى برضو فاهم المواطنة زي لان فرصة الامر ده بيبقى اخر مايو اكتر طيب بالنسبة برج السرطان ليه الوضع الخاص بيه الشأن العائلي عندنا التصالحات عائلية وعندنا فيه عالي فكرة الجدل العائلي يعني ممكن يكون فيه مشكلة عائلية فيه قيل وقال وكلام متزايد جدا فهيكون فيه ان احنا بنجادل عشان نعرف الحقيقة نكتشف الحقيقة ولكن احذروا جدا جدا من طريقة الانتقاضية وان احنا نكون بنتكلم بالطريقة العنيفة والوصقين من نفسنا لان انت لو بتتكلم بالطريقة دي او بطريقة جدل صعبة مع ابراج هوائية او ابراج نارية فلازم تكون شديد الحذر لازم تكون شديد الحذر لان الابراج الهوائية والابراج المائية الكلمة هيقولوها بعشرة وده هيدايقك كتير احنا كابراج هوائية صعبين وابراج نارية صعبين كتير في الجدل طيب ده بالنسبة ليه الشأن الخاص بالامور الجدلية لان عندك بالفعل جدل فيه الشأن العائلي طيب بالنسبة كمان ليه الامور الخاصة بالشأن الصحي فيه زيارات طبية فيه معالجات فيه اهتمام بامور خاصة باشاعة بتحليل فيه ادوية فيه امور علاجية فيه خلال الفترة دي جدا يعني فيه كرارات علاجية بتتخذ فيه الفترة دي جدا طيب برضو فيه شيء تاني مهم قوي قوي انت عندك فيه شراكة او فيه حد بيدعمك بنصيحة بعدة نصايح مش بنصيحة بس يعني فيه حد بيقول بيوجهك فيه حد بيقول لك اعمل كذا لا متعملش كذا لا خلي بالك من كذا لا ما تقولش الكلمة دي لا اعمل كذا فيه حد بيوجهك فيه حد بيعدل خطاقة فيه حد بيقولك زبط ايه مش تعمل ايه الحاجات اللي زي دي ففي حد عايز لك الأصلح بس هو عنده أساليب التوجيه خاصة لو أنت عندك شريك أو حبيب من أبراج نارية هيبقى بيحاول أن هو يقيمك يوجهك وتوجيهاته هتكون صحيحة جدا جدا لك على فكرة ده بالنسبة لبرج السرطان في الأمور الخاصة بي أن عندك شراكة الشراكة تعني شراكة مهنية شراكة مالية شريك فكرة فإذا عندك شراكة جيدة تعمل لك توجيهات مميزة الشراكة دي ممكن يكون صديق مقرب على فكرة فإذا ده شكل الأجواء الخاصة بخلال الأسبوع الرابع اللي شهر إبريل عام 2022 بتمنى كتير أني أكون في التوكوم ما تنسوش أني تشاركوا في صفحة الفيس بوك هتلاقي اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو بشكركم كتير ما تنسوش كمان اللايك وشير الأشراك في قنال تفعيل الجرس سلام